أحبائي طلبة الصف الثالث السنوي أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج أكيمياء حلقة النهاردة إن شاء الله عن التطبيقات الهمة جدا للقوانين اللي تم دراستها في التحليل الكمي الحجمي طيب هنا مهم جدا إن إحنا ندس قوانين لا كيف يمكن تطبيق القانون لأن القانون عباعا مجهيل وجزء معلوم بنشوف ونقرأ المسألة وبنشوف مع بعض إيه المطلوب وبنحدده ونشوف القانون المناسب وبعد كده بنبدأ نتعامل مع المسألة طيب النهاردة هايزين نستفيد من الحلقة ليه؟ لأن طلبة كتير جدا أثناء التعويض وقرأة المسألة بتبقى عجيبة يقول لي أنا ما خدتش بالي أنا ما شفتش الرقم ده أنا ما شفتش المطلوب التاني أنا ما خدتش بالي من القانون إنه لازم أكتبه لا 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 تعالوا بينا يلا نبدأ إحنا وقفين عند المعايرة ودرسنا التجربة كويس جدا ووقفنا عند القانون اللي هو قدامنا M1 V1 MA M2 V2 MB طب هنا إحنا قلنا كل رمز بيعني شيء إحنا كاتبينه قدامكم المولارية الحمض M1 في حجمه V1 على عدد مولارية الحمض MA A أسد طب نجيب منين بقى الحاجات دي؟ آه يلا بينا MA ده التركيز بالدهوني أو يديني الحجم معطيات بالدهوني هو في المسألة طب M إيه؟ ده من المعدلة المتزنة بتاعت التفاعل طب نفس الكلام على القاعدة M2 V2 MB يبقى إذن هنا جاهزين أهو على مثال لقالون المعاية طب ليه إحنا مهتمين بيه؟ لأن أسئلته كتير وبسيطة لكن الخطأ كبير قوي 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 وبيزعل يلا بينا بيقول لي إيه المثال؟ أجرية معايرة بص أول ما تشوف كلمة معايرة القانون يتحط أنا نصيحة مني مني أو من حبيبك ليك لابني وبنتي أجرية معايرة عشرين ملي لتر من محلول هيدوكسيد الكالسيو طب يبقى العشرين ملي ده إيه؟ ده حاجة بتاع القاعدة كويس جدا باستخدام حمض هيدوكرويك حلو خالص طب كذا يبقى هنا انتهى من هيدوكسيد الكالسيو القاعدة القاعدة طب يبقى الداني منه إيه؟ الداني M1 ولا الداني V1؟ أهو باستخدام الحمض نص مولاري إيه بذن أهو M1 أهي خلاص؟ طيب يبقى اللي فوق كانت V2 اللي هو حجم إيه؟ حجم قاعدة V2 تمام يلا باستخدام حمض هيدوكرويك نص مولاري اللي هو M1 عند تمام التفاعل استهلك 25 ملي لت من الحمض يبقى الداني للحمض حاجتي إيه بقى؟ على مهلنا كده؟ أيوة M1 تركيزو و V1 طب يلا نسأل بعضين هل هنا في محلول قياسي؟ نعم أدي واحد مين هو؟ الحمض هتحط فين؟ في السحاح طيب مين المحلول المجهول؟ آه هيدوكسيد الكالسيو ليه؟ الداني ها؟ حجمه ما الدانيش تركيزه يبقى المطلوب التركيز كويس جدا طيب أول حاجة احسب تركيز هيدوكسيد الكالسيو يبقى ده المطلوب عينك عليه اللي هو إيه؟ أيوة M2 في القانون M2 تركيز هيدوكسيد الكالسيو كويس جدا نبدأ بالمعادلة طب ليه؟ عشان المقامات M-A عدد ملاد الحمض و M-B عدد ملاد القاعدة لا يمكن أحسبها إلا بالمعادلة المتزنة شوف أنا ماشي بالترتيب إزاي؟ ولا يمنع أن أنا أجي على شمالي أعمل هامش ومواصص الست مجاهيل أو الست معلومات الخاصة بالقانون M1 M1 V1 M-A تحتها M2 V2 M-B ومشغل واشوفها على المطلوب أو معامل داية مش عيب أنا أهم حاجة كل حاجة تبقى قدامها كويس يلا هيددي إيه؟ أه خد بالك عدد المولات هنا أيوة بص كده قد بالك المعادلة بس ما نخلصها أو وزن طيب يلا هنا 2 مول عندي اهو 2 هيدوكسيد 2 حمض M-A 2 مول والم بي 1 مول عدد المولات يبقى أنا عندي خلاص جبت حاجتين وعندي في المسألة كل البيانات اللي فضلة ما عدا التركيز اهو تركيز مين؟ عايزين القاعدة اللي هو M2 بص اهو M2 بالتعويض بنزعل لي بقى؟ وانت بتحوض بتحوض غلط تحط V1 مكان V2 وبدل المطلوب M2 تعملها M1 لا 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 ما فيش طالب تضرب يبقى لازم يعفي طبق اوكي يلا ناخد بقى M2 تركيز اللي عندي طلع تقريبا 312 من ألف ايه؟ بص مولاري اللي هي مول لكل لتر ممتع شايفين مسألة ماشية لوحدها والناتج طالع جميل بالوحدة اياك تنسى تكتب القانون وتعوض ونكتب المعادلة متزنة والناتج النهائي بالإيه؟ بالمعطيات بتاعته الأقصد الإيه؟ التمييز انا بقى بعين تركيز يبقى مولاري او مول لكل لت او يجي طالب يقولي طب هو مديني في المسألة هو عايز M2 طب نشوف M1 مدهني هالمولاري ولا مول لكل لت ويطلع زيها خلاص انا مبسوط ليه؟ فهمنا؟ هنعوض ازاي كويس جدا يلا ناخد مثال تاني على فك المثال اللي قدامنا ده من أشهر الأمثلة اللي بتيجي دايما في الحتة دي ليه؟ لأنه بيبقى مسألة بنتلق عليها اسم مؤكبة يعني فيه أكثر من مطلوب عشان نوصل للنهاية يلا بينا طول ما انت ماشي صح ما تخافش مخلوط من مادة صلبة يحتوي على هيدروكسيد السوديون وكولوريد السوديون خد بالك بيقولك مخلوط ها؟ ايوة فيه ملح طعام معصودة كوي خلطناهم ببعض شو بقى الكلام الجميل المكتوب في المسألة لازيمة لمعايرة واحد من عشرة جرام بص بقى الكلمة اللي بعدها من هو ايه ده الناس حتقولي انت بتسش لغة عبية اه ما هو من هو دي عيد على مين هالمخلوط يبقى اذا ده كتلة المخلوط اهو مخلوط مع بعض ملحي الطعام مع هيدوكسيد الصودي وصودة كوي تمام وحنا خدنا قبل كده قانون ممكن نجيب النسبة المقوية للجزء في الكل او النسبة المقوية لعنصر في مؤكبة تمام وبنضرب في مية ونجيب النسبة المقوية طيب قال لي ايه بقى لازمة لمعايرة اهي الكلمة اللي بقول لكم عليها طالما قال معايرة تجري على الهامش على طول وتنزل الست ايه نقط بتوع القانون المعايرة ام وان في وان ام ايه ام ايه ام ايه ام ايه ام ايه على طولتهم كاتبهم ومطلحهم جنبك طيب واحد شاطر يقول لي هنا ايه طيب تعالي نكامل مسألة يلا طيب بقول لك ايه لازمة لمعايرة واحد من عشر جرام منهم حتى تمام التفاعل اللي هي نقطة ايه التعادل ناية التفاعل نقطة التكافر كويس عشر ملي لتر من واحد من عشر مولاري حمض الهايدروكوريك اه خد بالك بقى اذا هو ادك معلومات عن محلول قياسي مين حمض ولا قعدة الحمض اه طب نكمل المسألة احسب نسبة هيدروكسيد السوديوم في المخلوط اوبا ما ادكش اي معلومة عن هيدروكسيد السوديوم اللي هو قلوي موجودة في المخلوط اه يبقى لازم حنستخدم الحمض ونستخدمه من الايه القانون بتاع الايه ها التركيز او عدد المولاد اهو عدد المولاد تمام اللي هو ليه علاقة بالتركيز والحجم بالليد تمام ونحسب نسبة هيدروكسيد السوديوم قالك في الاخر طبعا قالك احسب النسبة يبقى نقصد النسبة المقوية على طول هيدروكسيد السوديوم في المخلوط ومديك الكتل الزرية كلها اللي حنستخدمها في المسألة كولور 35.5 هيدروكسيد واحد ما تحفظهاش هيدالك سوديوم 23 اكسوجين 16 يلا هنبدأ هنا نأكد له نقول له احنا فاهمين ان حمض الهايدروكولوريك لا يتفاعل مع كولوريد السوديوم اللي موجود في الخليط ولكنه يتفاعل فقط مع هيدروكسيد السوديوم كتفاعل التعادل احنا عارفين المستخدم في المعين طيب كتلة المول من الهايدروكولوريك قد نحسبها يلا 35.5 36.5 جرام جبنا كتلة الحمض كويس طيب انا عايز اجيب ايه بقى ها كتلة المادة المزابة بالجرام اهي تساوي ايه تركيز الحجم باللد في الكتلة الجزائية ونعوض نجيب كتلة حمض الهايدروكولوريك يا الله طيب كتلة المادة على كتلة المول ها اهي ها كتلة المادة على كتلة المول يديني عدد المولات طيب من المعادلة المتزنة هل عدد مولات الحمض قد قعدة قلوي طيب نشوف كده ونوزن اهو لقينا فعلا ان المعادلة المتزنة دخل هيدوكسيد سوديوم واحد مول طيب حمض هيدوكولوريك واحد مول وقتلة المول من هيدوكسيد السوديوم اهي قدامنا ببعين جرام يبقى نسبة وتناسب بما ان عدد مولات الحمض بسوى عدد مولات القاعدة اهي في المعادلة المتزنة اذا كل 40 جرام هيدوكسيد السوديوم بتتفاعل مع 36.5 جرام من اله هيدوكسيد السوديوم يتفاعل مع كم جرام من هيدوكسيد السوديوم ونضبطها فين فواسطين ونجيب الكتلة اهي بتاعة المتفاعل قدامي طلع 4 من 100 جرام طيب انا عايز اجيب ايه نسبة بتاعة هيدوكسيد السوديوم في المخلوط يبقى هنا قدامي 4 من 100 في 100 هتطلع ها قدامي في 1 من 10 بتسوي 40 في المية طيب الحقيقة دي امثلة من ضمن الامثلة اللي احنا بنقولها عشان نعف نطب طيب مثال تاني بيقول لي تفاعل 150 ملي لتر من محلول هيدوكسيد السوديوم يحتوي اللتر منه على 28 جرام من 75 ملي لتر من محلول حمض الهايدوكولوريك شو بقى هنا قال له ايه قال له العكس بقى هنا قال له احسب تركيز الحمض اه واداك هنا كتلة الزرية بتاعة الهايدوجين والاكسوجين والسوديوم تمام طيب ببساطة طالما محددين نجيب كتلة المول من هادوكسيد السوديوم 40 جرام احنا بقى مع الحل انت شاطر حتعرف دايما ان هادوكسيد السوديوم بيطلع دايما 40 جرام ونشتغل بقانون بتاعنا كتلة المادة بالجرام سوي المولارية لها التركيز في الحجم باللت في كتلة الجزائية للمادة المزابة تمام يطلع 28 اهي كتلة المادة بالجرام تمام المولارية فيه واحد فيه 40 كويس ونطلع مولارية هادوكسيد السوديوم تركيز بتاعه يطلع 7 من 10 مولار هنا المعادلة بين الحمض والقلوي هيدي ملح ومي N-A-O-H H-C-L يدي ملح كوريد السوديوم مع المل نكتب قانون المعير ونبدأ نعوض طيب انا عندي ايه ايوا M-1 اللي هو تركيز الحمض ونعوض ونجيب تركيز مولارية الحمض يطلع 1 و 4 من 10 مولارية تمام جبت التركيز ويبقى ده المطلوب إذن ده تطبيق مباشر على القانون طيب يلا تاني مسألة برضو فيها خليط من كوريد السوديوم وكربونات السوديوم كتلته 5 جرام تعادل معه 40 ملي لتر من محلول حمض هيدروكوريك التركيز بتاعه 2 مولارية قالوا ايه وجد النسبة المقاوية لكربونات السوديوم في الخليط يبقى خب بالك وعايز النسبة المقاوية لكربونات السوديوم بصوا بقى اخدوا بالكم مسألة دي عشان هي بتقيس بنقول قدرات عليا في التفكير بعد ما اجيب النسبة المقاوية انا عندي الحج وعندي عدد الجزيئات بتاعت الثاني اكسيد الكربون النتجة من التفاعل ايه واحد ينسى ان فيه اكسر من مطلوب طب نبدأ الاول بالنسبة المقاوية لكربونات السوديوم اذا اتوماتيك انا عايز ايه احسب الكتلة يعني الكتلة بعدك بجيب كتلة المول واجيب عدد المولات ومنها بجيب النسبة المقاوية هيطلع عندي هنا كربونات السوديوم مع الحمض هيطلع كرويت السوديوم ومية وساني اكسيد الكربون تمام نحسب الكتلة الجزائية للحمض هيطلع ستة وتلاتين ونص ونبدأ نجيب كتلة المادة بالجرام اهي يساوي المولارية اللي قانون ده مهم جدا لنور فيه كل حاجة وبيوفر لي خطوطين المولارية والحجم بالليد يديني كتلة الجزائية للمادة اللي احنا لسه حسبنا نعوض اهو اذا بجيب منها كتلة اتش سي ال على طول تمام بعد كده هجيب كتلة المول من كربونات السوديوم اهي ونجيب عدد المولات اهي طبع ان كل مول من حمض اتش سي ال يتفاعل مع كزا جرام من ايه كربونات السوديوم اذا اتنين اهو من ستة وتلاتين ونص جرام حمض اتش سي ال نتفاعل مع مية وستة جرام من كربونات السوديوم ونضرب طرفين في وسطين نجيب كم جرام من كربونات السوديوم هنا اللي هي الكتلة هتطلع اهي كتلة كربونات السوديوم اربعة وربعة عشر من مية جرام طيب بعد كده اقدر اجيب نسبة كربونات السوديوم في الخليط دي اللي هي اللي احنا القانون اللي اخدناه في بداية الباب قلنا كتلة الايه ها ممكن اجيب نسبة كربونات السوديوم في الخليط كل أنا عندي كربونات السوديوم أهي أربعة أضربها في خمسة عالمية تديك النسبة المقوية لكربونات السوديوم في الخليط طيب هل المسألة خلصت هنا كثير من الطلبة يعتبر المسألة انتهت لا لأنا لسه عايز حاجات تانية أقل عليها في المسألة طيب بدأ ينتقل بعد كده من المسألة إلى الكتلة جزائية لساني أكسيد الكربون طب يلا مع بعض كده نشوف نجيبها ازاي كتلة بتاعة الجزائية لساني أكسيد الكربون اهي الكربون مع الاتنين فيه 16 أربعة و يبعين جرام إذا كل مئة وستة جرام من كربونات السوديوم تنتقها ببع見 جرام سانية أكسيد الكربون يبقى كم جرام من سانية أكسيد الكربون يدي أربعة و عشين من مئة جرام واجيب من هنا كتلة ثانية أكسيد الكربون طب جبت الكتلة أقدر أقسمها كتلة المادة على كتلة المول أجيب عدد المولاد هذا المطلوب اللي بعديه طلعت أربعة من مية مول سانوكسيد كربون طب وعتنسى لسه فيه مطلوب تاني حجم غاز سانوكسيد كربون أهو الحجم الغاز باللتل في الظروف القياسية عدد المولاد فيه 22 أربعة من عشر ونعوض واجيب حجم الغاز سانوكسيد الكربون باللتل وابدأ أجيب عدد الجزيئات عدد المولاد في عدد أفو جادو يا الله شايفيني المسألة مسألة في منتهى الجمال جبنا أكتر من خمس ست مطاليب بس مفيش مشاكل ليه ماشي بنظام وحدة وحدة وبعوة وقوانين مع وفا وخدناها قبل كده في أولى وكدنا في بداية الباب عليها أصدقائي قبل بس منسيب الجزء ده تعالوا نعرف إزاي بنستخدم أدوات المعاين لأن في أحد السنوات قال له أسكو الأدوات المستخدمة في عملية المعاينة الأدوات المعملية عندي ميزان حساس ليه؟ أنا بستخدم الكتلة كتلة الحمض والقلوي قبل ما أستخدمهم عندي السحاحة اللي بيتم فيها عملية المعاينة داخل الدرق والصنبور بنقط نقطة نقطة لأن أصل لأنها حجم المناسب لحدوث نقطة التكافر عند السحاحة كاملة هي والدرق هو دي الجهاز على بعض الكوس الزجاجية أو منها درق مخروطي دائري خاص بعملية المعاينة المخبار المدرج بستخدم مفتعين الحجوم الدواء اللي احنا قلنا عليه أهو وليه أشكال مختلفة منها بغطاء ومنها بدون غطاء والمصة عشان أنقل إن كان الحمض مؤكز أو قاعدة كل حاجات دي خطر إلى السحاحة والدواء المخروطي المخروطي ودي عندي ميزان حساس إذا حبيت أعين وأدواتي وبستخدم البي اتش هنا أدوات قياس الأس الهيدوجيني أو البي اتش ميتر لتعيين الوسط إذا كنت عايزه ديجيتال باستخدام أجهزة أو باستخدام التغيو في لون الدليل اللي عندي أصدقائي حبيبي إذن حننتقل بعد ذلك إلى التحليل الكمي الوزني وهو النوع الثاني من التحليل الكمي إحنا قلنا حجمي ووزني طيب الوزني بيعتمد التحليل الكمي الوزني على فصل المكون المواد تقديم ثم تعيين كتلة كتلته وباستخدام الحساب الكميائي يمكن حساب كمية أو كتلة هذا المكون ثم أحسب النسبة الماوية يبقى ده الكتلي الوزني كتلي أيها طب ليه أنواع آه هنشوف ويتم فصل هذا المكون بإحدى طريقتين عندي طريقة بنطلق على اسم طريقة التطاير وفي طريقة أخرى اسمها طريقة الترصيب وعنين سبق تحليل الكمي ووزني عندي تطاير وعندي ترصيب نبدأ بأول طريقة طريقة التطاير تبنى هذه الطريقة على أساس تطاير العنصر أو الموكب المواد تقديره عند التسخين وتجرى عملية التقدير إما ها بجمع المادة المتطيرة وتعيين كتلتها اخذ بالك عشان الكلمة لها معناه هنا ها بجمع المادة اللي حتى تطاير التطاير بسخنا بقرنا المادة بس هنا في حاجة أو عكون المادة سامة لا ما سام بخار ميا طيب لو سامي بقى دي ما ينفعش الطريقة دي ما ينفعش التطاير هنا فهمنا بقى الفكرة طيب وبتعيين مقدار النقص في كتلة المادة الأصلية تمام طيب ملحوظة بطريقة التطاير يمكن تعيين عدد جزيئات ماء التبلو في أي ملح متهدرد ماء يعني والمتبطة بجزئ واحد من الملح وبتطبيق القانون الآت اللي حنشوف طيب أصدقائي بعد إذنكم معلش عشان في طالبة شطار كلمة التطاير هنا هل تعني شيء؟ آه! لأن هنا نحن نأخذ المادة متهدردة يعني مائية زي مثلا الليمونايت كان عباعا إيه؟ ها؟ عباعا ها؟ هيدروكسيد حديد ها؟ ماشي معا كم جزئ ماء آه! فهمنا الفكرة؟ يبقى إذن كلمة التطاير يبقى بأخذ مادة متهدردة زي الليمونايت طيب ملحوظة بطريقة التطريق يمكن تعيين عدد جزئات ماء التبلر في أي ملح متهدد والمرتبطة مع جزئ واحد هناك في الليمونايت كان عبره عن هادوكسيد حديد ثلاثة ماشي اثنين منه ماشي مع ثلاثة ماء طيب نشوي القانون عدد جزئات ماء التبلر بيسار كتلة ماء التبلر مرتبط بالكتلة الجزئية على الكتلة الجزئية للماء تمام نجيب عدد جزئات ماء التبلر طيب مثال يلا كده إذا كانت كتلة عينة من كولوريد الباريوم المتهدد كل جزئ ماشي معها اكس من الماء ما نعرفش عدد ملات الماء كامل طيب كتلة عينة من كولوريد الباريوم المتهدد كامل كتلة كلها قبل التسخين لذلك هي الأكبر اثنين وستمية سبعة وتسعين تقريبا من ألف جام سخنة تسخينا شديدا طيب التسخين هنا يعمل إيه آه حتى تطايا الماء جزئات الماء الكتلة حتقل بمقدوم ما تطايا يبقى قبل التسخين بعد التسخين كويس جدا طيب هو عايز إيه بقى يحسب عدد جزئات ماء الطبلر المرتبطة بالصيغة الجزئية للعينة اللي عندك خلاص نشتغل عادي بقى ثم اكتب الصيغة الجزئية للملح المتهدد ثم ايه وجد النسبة المقوية لماء الطبلر في العينة والدك الكتلة الزرية كلها بتاعة البريروم وبتاعة الكولورة وبتاعة الاكسوجين والهيدورجين يلا بنا هنجيب الكتلة الجزئية لكوريد البريروم بس ناخد بالنا اللي هو ايه صلب اللي هو غير متهدد ايه بعد التسخين طلع 208 جرام بالتعويط طيب كتلة ماء الطبلر في العينة اللي هي المتهدد عندي بخدها اهي واطرح منها بعد التسخين واطرحه من بعض الماء اللي بيطلع اسمه كتلة ماء الطبلر ده ماء الطبلر اللي موجود في العينة بجيبه ازاي بطرح كتلة الملح المتهدد من الملح بعد التسخين بجيب كتلة ماء الطبلر في العينة طيب نقول بقى كل كم جرام من كوريد البريروم بترتبط مع ماء الطبلر قد ايه في جرام من الماء كل كزا جرام من كوريد البريروم ترتبط مع سين جرام من الاي من المية ونضب طرفين في وسطين اجيب النسبة الماءوية لماء الطبلر في العينة اهي طرفين في وسطين وبعد كده اقول الكتلة جزئة للماء احنا عارفينها ومع التكار حنحفظها 18 جرام جويس يبقى نجوه بعدد الجزئات تمام اللي هي ايه 36 على 18 عدد الجزئات تمام اللي هي كتلة المد على كتلة المل يطلع عدد جزئات ماء الطبلر اهو تمام يبقى اتنين يبقى هي دي اكس يبقى اذا الصيغة النهائية لكوريد البريروم متهدد كل واحد مول من كوريد البريروم ماشي معا اثنين مول من الماء عشان نوصل لكوريد البريروم المتهدد او كوريد البريروم المائي ممتاز طيب نجيب بقى النسبة المقوية لماء الطبلر في العينة اهي الكتلة اللي احنا جبناها بسأله كتلة بقى نجيب الكتلة بتاعت ماء الطبلر على الكتلة كلية للملح المتهدد في ماء ده بالظبط زي ما تحسب المجموعة بتاع السنوية العام الجزء على كل في ماء تمام دي قانون العادي انا عايز اجيب النسبة المقوية اللي ماء الطب يبقى كتلته قدي على مين على الكتلة الملح المتقدد كله في ماء فهتطلع عندي النسبة المقوية كام يلا نشوفها كده ايوة 14 75 في الماء اصدقائي احبائي طلبة الصف الثالث سنوي ارجو ان احنا نكون استفدنا من حلقة النهاردة في التعليمات والنصائح الغالية المهمة في حل المسائل مسألة توقع كويس نطلع معطياتنا نحدد القانون نشوف كم مطلوب مني مش مش اخليهم كده مفتوحة لا واقمهم مطلوب مني مثلا كتلة ثم تركيز ثم عدد مولات ثم حجم بلت ما هي دي بقى ايه التطبيقات والحل الكتير يخلي عندك مهارة بتاع تحل المسائل وان شاء الله نوعدكم دايما كل جزء فيه قوانين هنطبق فيه مسائل كتير ومن هنا الاخر السنة ان شاء الله نوعدكم بنصل الى ان الكيميا متعة وبهجة الى اللقاء في حلقة قادمة ان شاء الله